ذنين حزين مصرق الصرف نادم اعظم نجا اخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة اللي لما البني ادم ده يطلع يوم الموت يذبح بين الجنة والنار قال اذا كان اهل النار في النار واحد الجنة في الجنة يؤتى بالموت ككبش املح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقار يا اهل النار قلود لا موت بعد اليوم ويا اهل الجنة قلود لا موت بعد اليوم وانت الطرور بالعباد مؤمن حليم قبل ما الموت يذبح ككبش اخر واحد يطلع من النار يقول يا ربي اخرجني منها قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها اتشوا يعني فقول يا ربي طلعني منها فيقول الله عز وجل له عبدي ألا ان اخرجتك تعاهدني على ان لا تسألني عن شيء بعد ذلك قال اي وعزتك بس خرجني منها فلما خرج منها لو الشمس فوق دماغه عذاب الله ده جهنم اول ما طلع منها التفت اليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من العالمين انت رحلاني انت رحلاني انت تبتمناني وانت اذنب ترجاني وبعدين رفعت له شجر وتحتها مية وسامع صوت المية ونتعرف حلم اهل جهنم نقطة مية ان افيضوا علينا من الماء لان المية بتاعتهم الاجل بتاعهم غسلين ما تقولش جبنا حدقة ولا الكلام ها غسلين يعني بيشرب بيأكل الغسلين وحيموت ملعطش شوية مية شوية مية قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم اذا المية اللي بيشربوه ويستغيثوا يغاثوا بماء كان مهلي يجوي الوجوه يجوي الوجوه ده طالع بقى من جهنم ولقى شجرة وتعرف الشجرة طبعا اتا هي بيكن تحتها ظل وبتاع وريح كده وباردة واحدين مية كمان قال رب ادنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها واشرب من مائها قال ما اغدرك يا ابن ادم اولا تعاهدني على ان لا تسألني عن شيء بعد ذلك حظره 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 لانه يرى ما لا صبر له عليه فيقول له لان ادنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ان لا تسألني عن شيء بعد ذلك قل ايه وعزتك وعزتك وعاهده قام جايبه تحت الشجرة فروفعت له شجرة هي احسن من هذه فقال رب ادنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها واشرب من مائها قال ما اغدرك يا ابن ادم اولم تعاهدني على ان لا تسألني عن شيء بعد ذلك وربه يعزره لانه يرى ما لا صبر له عليه قال لان ادنيتك منها تعاهدني على ان لا تسألني عن شيء بعد ذلك يقول ايه وعزتك فيجيب تحت الشجرة الايه التانية دي اول ما اعد تحت الشجرة التانية امت ابواب الجنة متفتحة رباه اني عبدك العاطق شف ايه اخوانا على سرور متقابلين فشفهم بيتحكوا كده وهو قاعد لوحده عايز يمطق بس خلف مرتين وكل مرة يقولوا ايه وعزتك عمري ما هقولها دوها حطل باي طلب فغلبه ما يجد فقال ربي ادخلني الجنة فقال ربي ادخلني الجنة فقال ما اغدرك يا ابن ادم اولم تعاهدني على ان لا تسألني عن شيء بعد ذلك وربه يحذره لانه يرى ما لا صبر له عليك قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا الرجل ما سداقش سداقش ودان مثل الدنيا فمش بسد ادان تعرف قال لربنا ايه قال اتستهزئ بي وانت رب العالمين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة الا تسألوني مما ضحكت فقالوا مما ضحكت يا رسول الله قال من ضحك رب العز لما قال له اتستهزئ بي وانت رب العالمين قال فضحك الله عز وجل وقال اما اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر ادخل الجنة ولك عشر امخالك اني لا ملتزم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فهم الى الخلوات ساظل اقرع باب ربي عله يعفو عن الزلات والعثرات اني لملتزم باعتاب الرجا والخوف يسبقني الى الخلوات ربا